لذلك يعني تمثل هذه الرواية أو ازتحمة هذه الرواية والحقيقة وكل روايات هي حسين نظراً لتمتعها جميعاً مثل هذه القصية بمثل هذه اللغة الشعرية اللغة المحلقة اللي فيها يعني هذا المجاز البعيد العالي وهذا المسحة الشعرية وطبعاً مثل هذه الكتابة الغنائية يعني تتناسب تماماً مع هذا المنحة من الكتابة ذات الطبيعة الشعرية بتقول الصوت الوحيد في صمت العالم حولنا كان نحيباً خافتاً مني ومنها لم أكن أعرف هل كنت أبكيها أم أبكي نفسي القطار ينهش لحمي وسنوات عمرين وسنوات عمرين قطار تأكيد الغربة صوت القطام العجلات بالقطبان الحديدية يعجله بإلقائي في المكتوب يعني مثل هذه الصياغات ذات الطبيعة الشعرية التي اغتالت الساعة الخامسة كل الساعات عندما توقف القطار في عطل يعني في الطريق اغتالت الساعة الخامسة كل الساعات خنقت العقارب والشمسة وخنقني سجني في العربة هكذا على هذا المنحة طيب في الرواية التالية وهي في الحقيقة هي مظلة أكثر منها الرواية اللي هي جاءت بعنوان أجنحة المكان يعني هي رواية صغيرة الحاجم وإن كنت أظنها أكبر بكثير من كل أعمال بهيجة حسين يعني هي رواية كبيرة من حيث الاجتناز ومن حيث العمق والنفاذ والاختزان يعني تختزم داخلها مدموعة هائلة من الرموز وإمكانياتها هائلة من التأويل هي رواية أنا شاهدها من أهم الأعمال التي أنتجتها بهيجة حسين وهي رواية أجنحة المكان طبعاً نسيت أقول أنه حندقي دايماً الروائح بتشتغل يعني عند بهيجة سواء روائح اللحظات أو روائح الأمكنة أو روائح الأشياء أو روائح الأشخاص يعني دائماً إي عندها حاسة ما تجعلها تقرأ الأشياء قراءة غير اعتيادية غير يعني دارجة في هذا المقام وللمكان أيضاً عنده بهيجة حسين أجنحة التي يحلق بها بعيدة مدى ربما يعني يدلم أو يدعم ما زهدت لديه من هذا المنحة الشاعري العاطفي المداني البوحي اللي فيه اكترار للذات بأكثر مما فيه محاولة رؤية للعالم على نحو مجرد أو ما إلا ذات في رواية أبنحة المكان بتبدأها بتضمين أشعار المشكل مثلاً وتضمين أشعار المشكل في رواية بيؤلين على الفور أن هذه الرواية تزيد في هذا الانتجاه الشاعري في هذه الرواية بتبرز بوضوح أكبر من الرواية السابقة النزعة النزوية والروح الشعرية الكسيفة وتسيطر الرموز الرواية عبرها عن فلاشباك مع صديقة متوفة بالسرطان والحقيقة أنه الرواية تطرح سؤال مهم هي لم تبح به على نحو مباشر ولكنها تكاد تشهي به في كل سطف من سطورها قالوا وهي هذه المتوفات هي فقط متوفيت أم نحن أيضاً موتى بشكل ما أو على نحو الماء لذلك هي من خلال هذا الفلاشباك هي بتستعيد كل الإحباطات والخيبات العاطفية ونقدر نقول كده يعني سوء يعني اللي فيه تعبير أنا غايب عنه في الحقيقة دلوقتي ما كتبتوش بس منحى علي عايزة أقوله بشكل أو بآخر خيمة الأمل خيمة الأمل لرجمة جاملة خيمة الأمل في مشروع الأحباء يعني مشاريع الأحباء وخيمة الأمل دي حتتكرس لقوة غير عادية فيما رأي الروح فيما بعد يعني فيها في حدة بوح ذاتي كده أنا قلت إن السيرة الزاتية جانب السيرة الزاتية مش شارك تكون سيرة الزاتية اللي بهيجة نفسها يعني عشان بس محدش يفتلك حاجة يا جماعة لكن هو طبعا يعني ممكن جدا أن تكون سيرة الزاتية لآخرين وهي تقبلناها يعني هذا أمر أنا أقوله بشكل جد يعني لكن فيه خبط أمل حقيقية في كل البشر أو في معظم البشر التي نتقبلتهم بهيجة بحيث يصل الأمر أو سيصل الأمر فيه رواية الرواية التالية اللي هي مراية الروح إلى أنها تنتظر مخلص معها يعني إحنا في انتظار مخلص يعني ابن ماريب ابن ماريب ابن ماريب يعني فين بقى ابن ماريب يجينا بقى يخلصنا من الليلة دير لأن إحنا يرحك كين طيب آه تمام بتقوله هي صوتي أم صوت الجنية يصرخ قليلا أو ايه مملوك بطاقة بطاقة حب لك وللدنيا كلها انهض يا ابن ماريب من رقدتك قم من أجلي ومن أجلك تعبتوا ارفع صليبك من فوق ضغري قم من رقدتك يا ابن ماريب إني أنتظرك طبعا هي الحقيقة ده بيجي في سياق تعداد كم الإحباطات والهزائم الخاصة والعامة والعضو الصهيوني اللي رياطي بترفرف على سماء الوطن والحيتان اللي بيبنعوا الناس والأحياء الشعبية التي لا يحيا فيها الناس يعني فيه ترح يعني أنا أقول هو ميلو درامي يعني أعداد أن يصل إلى حالة ميلو دراما يعني هذه القتامة النسبية يعني أنا في بعض الأحيان كنت أقترح على مراي الروح على ود الخصوص أن تنتمي إلى واقعية القاع مثلا لثيار مهم في رواية المصرية الآن يعني له إنتاجاته ودعائمه المفنية فيه محاولة لطرح أعماق هذا الواقع يعني قاع هذا المجتمع التعييس البائس ليس فقط على مستوى الاتماعي على مستوى الشعبوس يعني المعينية يعني التي تعاني ولكن أيضا على مستوى هذه الزاد المقهورة الحزينة دائما هي في حالة تعاسى وفي حالة فؤس لكن ما برس من يعني بين حين وآخر ستطلع علينا حالة من الإشراق وحالة من التواهج ويعني استشراف أمل ما قادم واستشراف مخلص ما قادم هذا الاستشراف وهذا يعني الانتظار للغرابة عند بهيجة حسين دا يأتي عن طريق فكة النضال بحد ذاتها ربما تكون فكة النضال خانتها يعني بهيجة حسين دا كانت تكون في هذه الأعمال أن فكة النضال قد تخلت عنها وخانت مشروعها وكذا وربما يكون هذا الأمل والاستشراف ينحو على نحو ما بشكل إلى منحة ميتافيزيقي بصورة معينة لذلك أنا أؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد إبراهيم عندما قال أن الأيديولوجيا يعني نوياتها وعناصرها الأولية كامنة في عمل بهيجة حسين لكنها ليست مهيمنة على أي نحن وأنا الحقيقة لا أعتبر هذا أمرا يعني يلعو للفخر أو للاعتذار يعني كلا هما لا ينبغي أن يتم لكن أنا أشخص كتابة بهيجة حسين هي كتابة وجدان وكتابة روح وكتابة نزيف جراح وألام حقيقية ليست خطابية وليست زعقة وفي نفس الآن قد تقترب من حالة اليأس أو العدل في كثيرنا الأحيان ولكنها سرعان ما تحاول انتشار نفسها بأن تتعلق بأهداف إنسانية ميتافيزيقية على أي نحن من الحال في الرواية الأخيرة بقى هي حكايات عادية لمنء الوقت هي رواية ذاكرة أيضا ورواية سيرة ذاتية أيضا لم تخرج عن هذا السياق يعني أنا أدقى بقولني فيه مشروع متكامل في حقيقة الأمر لبهيجة حسين له مبدأ يعني باده ولهم وانتهى له نقطة بداية ولهم نهاية وهي إطلاقا لم تخل يعني مشروعها ذاكة بل دائما كانت تعمق فيه ويعني توسع من قطره ويعني تحيله إلى عناصر أخرى لكن ما يميز البناء هنا هو أنه مش أكثر كسافة كما هو في أجنح المكان لكنه أقدر أقول أكثر فنية يعني هو الرواية ديك ممكن تقول أنها حصيلة خبرة الكتابة عند بهيجة حسينة حصيلة خبرة الكتابة الروائية عند بهيجة حسينة هي بتستخدم الحكاية الإطار حكايته بالحكاية الحكاية ترتع ألف لوليلة اللي هي الحكاية البروازي اللي من خلالها بنخش نشوف العوالم بقى الأخرى بتستخدم فكرة صندوق ميدوزا صندوق الحكايات اللي بينفتح ده رؤية شهرزادية واضحة بعمق وبقوة هنا في هذه الرواية وأيضاً فكرة الزمن والوقت فكرة حاضرة بالقوة انقضاء الوقت الزمن يلحس نحن لا نستطيع أن نلاحق الزمن الزمن دائماً هناك يوجد هذا الإحساس بأن الزمن غول يكاد يعني يأكلنا في طريقي فتلاقي دائماً عبارات في السابعة مساء في ساعة مساء في ساعة يعني دائماً الزمن حاضر على هذا النحو بقوة أيضاً هي بتغرف أو تبتغرف من تاريخ حياتها الخاص وبخاصة في الريف وهي أبداً تولعها بهذا الريف وهي في ذلك في حقيقة ليست يعني بدعاً لأن فرويد يقول أن فضل الطفولة هي الفضرة الأكثر يعني تأثيراً في حياة البني آدم هي الفضرة التي ينقش فيها على صفحته البيضاء بما لا يمحى أرض الظهر يعني وهي دائماً مشغولة بفكرة البنت التي يتم تزويجها رغماً عنها أو يتم بيعها في حقيقة الأمر يتم تضحية بسعادتها في نقابل صفقات متعلقة بالأسرة أو متعلقة بذلك الزكريات تشتغل بقوة في هذه الرواية التداعي هي لست قال التداعي دلوقت في كتابتها في كلامها التحول بقى والصيرورة الدائمة للأشياء والإيقاع العالي السريع جداً يسيطر ويهيمن على هذه الأشياء وهي في المناسبة كمان اشتغلت على عريان ناصيف اللي هي كلمت عنه في الرواية يعني شخصية تشبهه واشتغلت على ليس فقط روح المناضي الجواه لكن روح المشاع محبة يعني أكاد أقول أن مهيجة حسين في عملها أبلوائي وفي أدائها المعيش والحياتي في الحقيقة هي تحول النضال من فعل سياسي بارد إلى فعل إنساني وروحي وعاطفي بالغ الحميمية وبالغ التحليق في سماء محبة الإنسان ومحبة الفقراء ومحبة الإنسانية بشكل عام وطبعاً الانتصاف والانتصار للعادل والحرية وحق هؤلاء الناس في أن يعيشوا بشرة شكراً بزيارة شكراً بزيارة شكراً بزيارة شكراً بزيارة شكراً بزيارة عن عدد من الروايات جديدة الأهمية التي لم يرتفت إليها لم يرتفت إليها كثيرا مع أنها على مستوى عالي جداً جداً من الجودة والأهمية منهم في رواية من حمد عن القطار اسمها غارب منهم ليلة في حيات وينتوتو منهم أشباح روكسل حاولنا العشرة يعني عموماً يعني عشان بس ما ننطلش في ملايين من ندوة أنا لك ففجأت للرواية الحقيقة أنا متشاهدت يعني أنا عاد تفاضل بينها وبين رايحة والمكان فالإثن لأهدي هامة أكثر لهذه الرواية لأنها شديدة تعمية ومعرفش إذا كانت في كنت أن تكتشف بعدها أعيب أنا فعلاً كان إحساسي فعموماً أنا أقدر شبارها هأرى فيها شوية وهنا أتكلم شوية حليقة هي الروايات التي تصبح فيها تصبح فيها الحميمية الشديدة للعوالم المحكة عنها بهذه القوة وحيث تشتغل مأموعاً أساسياً لطفية على الشخص والأحداث ليس فقط صدقة أو بصلاقية إنما أعلم أنه بالحاجة حتى تكاد توقف أنهم بشر حصريكيون يعيشون بين دفتين كتاب ربما لو أغلقته سمعت صعود شجاره شجاره ومشاعره وغناء أفرحه وأناد ألامه ثم إذا انصرفت عنه فأيلست وجوههم وشغبتك وأعادتك للتذكير في مصاترهم التي لم تفسح عنها رواية رواية حكايات عادية للملك الوقت لدهي جأسين التي ما أنت نسهد من قراءتها حتى تود أن تعود إليها لتبص أو تستبص من جريب أعلاهم نصف الزيارات في الحياة خلوات تذكر هنا الظلة واحدة من قيمة اجتماعية تخفض من أنه تبتلنا للحياة وتحدد لهم أجواراً معلومة لا يجد حقوب عليها الجميعهم وضميعهم يملكنا وجوهاً شديدة المصرية والأصار أنت في سعية بحثاً عن هذه الجلالات الكاملة خلف الحكايح والمرويات التي أنتدها تفعلهم مع طبيعة الحياة والقيمة إجابة محجبة أو سالبة على الأغلب استخرى تلك الأوضاع الاجتماعية التي رسمت لهن التي رسمت لهن أدواراً محددة في الحياة منذ مطلع بلادهن غير من مهدفة به كما في بلادنا أو كان لبعدهن القدرة على تجاوز تلك الأدوار بشجاعة نادرة كما فعلت منها الحكي في هذا وذلك كله يثم بمللوب يستدعي الأهداس والشخص والسخريات والخصوص المتواحبة للبيلال والممات والزواج ومعالم الحياة والأبدية جميعها حتى تتداعى أمام عيني القارج في صور كتبة بعناية وذلقة وبوعي اتماعي لحجم التغييرات التي تتم في الواقع وتغير من مواقع البشر والنظر الحياة وأدعم ذلك أن الملوب قدرة هائلة على الوصف المثال ذلك لما تمثل في الواقع وتقول أراها هكذا مقارنة بحجم وقتها وحجم أمي وخلدي ملك طويلة وهذا الطول مكسود بكتل باللحم الطري الزارس بطنها كبير ومتكور أمامها ومبخراتها كبيرة ومتكورة حلفها لم تخفي الجلبية السوداء الواسعة وجودهما الضحر ولم تخفي الضحر السوداء المنسللة على صدرها حجم سيئيها الكبيرين أيضا كانت تسير حافية القدمين بينما تضع الكتنهلة تحت غرفها قدرها كبيرتان مفوقتان وتعراؤهم مشاكلة أو في وصف تقوص الحياة في ميلادنا أو محاولة تدليس الجدة لأخذ وش ملك الذي ملك أو ذلك الوصف المسحة للتماكن مثال ذلك مبنى المصلحة أو شقة السيدة الشفاكي عموماً لنعود لترتيب أوانم هذا العمل قبل أن نتناوله بقراءة مستقيمة تقع أحداث هذه الرواية في ديباجة غير معنونة تقع في عدة صفحات تمكت الاستقبال عوالب الرواية بصورها المتقطعة المتقطعة يالإدباجة ثمانية فصول جميعها عنوينة لأسماء أشخاص مسلوا لحد الكبير أفضل هذه الرواية ذات الطابعة من الحميل ستة أسماء منها ليسوى كنا على نحو التالي هم أسماء فصول الخالة ملك الخالة الروحية ملك 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 الخالة الروحية الستة المبنونة خالة هاجر لواحذ عمتي نعيمة ويتخللها فصلان يعملان أسماء رجال الأول هو أحمد ابن خالتي ملك والثاني عمي سأقف هنا عند ملاحظة سريعة هو أن جميع الرجال الذين وردت أسماءهم في الرواية هم بمقام تمبارس أو زاوي أدوار سنوية وبعضهم يحمل اسماً رمزياً مثل الدكتور رئيس المصلحة وهو بفعل أكاد يمثل حالة ورمزاً بأقصر مما هو شخص حقيقي حيث سيظل رئيساً للمصلحة من منتصف استناد بعد خروجي من المعتقل وقبولي صفقة مع النظام إلى أن تنتهي الرواية بالعقدة أول من القرن الواحد والعشرين ما أن تجاوز زيباجة المفتتح التمعيدية ويبدأ الفصل الأول المؤنمت بخد ملك سنتبين أن رؤية الرواية للعالم محكومة بنوع من الأشخص على مجتمع يضع معاية قصية على حياة النساء بل هو مجتمع يترنبص بالنساء الدواية وطيلة الوقت أن تزغر زلد الرن ليوقع عليهم عقاباً قاسياً سيذكرنا ذلك بقصة يوسف الدريس التي لا تنسى حادثة شرف حيث يظل ذلك المجتمع يغلق ينتظر أن تزغر لقدم فاطمة تلك الفتاة الكل والبريئة ليودي إليها أصابع الابتهام وهو في الرأس الغريب ذلك الفعل الذي لم تقرأ أنفه حتى عندما تؤكد أم جرج براءتها نرى فاطمة قد فقدت ضراءتها الحقيقية وتغيرت في روحها أشياء في روحها أشياء كثيرة لذلك يؤمن على المجتمع أغلق لا يرى الشرف إلا من خلال معاية التافئة والغريب في الأمر أن النساء العجائز من من يحملها تلك القرم أكثر من الرجاء عودت إلى الرواية الموقف هنا أمام ملك التي لقيت معاملة قاسية على يد لدتها أم أبيها بل أبيها نفسه الذي حرمها من دراسيها وضرب كولاها احصاراً مديناً لكن فاطمة ليست ملهم عند وضعهما موضع مقارنة فاطمة امتلكت عبر التدربة نوعاً من التمرض الصامد تمثل في تغير نظرات عينيها وانفتاحهمها على حقيقة الحقارة الحياة التي تعيشها بينما المرأة ممثلة في ملب هي ابنة البجوازية الريفية التي خطت خطوة كبيرة في طريق التعليم والثقافة مكنتها من أن تتجاوز اللحظة وتمثل القدرة على إزاعة الإدانة عنها بربط لت قدم ودهت أليم لبدتها وهي تحاول التدريس على عريسها تأجزه الشهر دمي فيها ستنتهي ملك ستنهي ملك كل ذلك العبس بكل الرفصة الخالدة لتمثل بعدها مقادير حياتها بل مقادير حيات زوجها وأولادها بيدها لتغذبها إلى حيث تشاهد صراعاً وستظلم قولتها في صد 31 ويتفسر ما حدث أقول لها يا داني أعزبت أعزاب خلني أكره المناة وأكره يا جبس لتمتلك هذه قولة من قوة القصر ما يجعلها تظل باقية في إزاين الدكتور سيأخذنا هذا إلى إعادة ترتيب حياتها هؤلاء النسوة التي حفلت فيهن النواية إلى عدة مستويات ده تبقى لقدرتهن على الثورة والتمر نضع ملك في مكانة فإنها عند قمة من فانين بينما سيكون لعقاف أم مها ومها نفسها وشفت وشفت منوالاً آخر في التعامل مع معدلات الحياة التي تحققه من وضع المرأة بتبنيهن موقف أقرب إلى قانون الوهدة والصراع حيث سأقبلنا أن يقضعنا لقوانين ذلك المجتمع بينما سيتمرضنا عليهم من داخلهم في مصرحنا الفاريجي الذي يتعلق في الملجس ورموة الحياة والتزمة ومحايد منه فأنهن ععشنا لوراقبنا وإشائدنا مصرحية ميلو ترامية عاصفة تعرض على خشرة مصرح الدموع والدم وهذا الذين عميشوا سيأتي في مستوى الثالث امرأتان أزومتان كلها هما ضحية وجانية في آن الوحيد كلها هما هي الواحز التي مخضعت تحت ظروف الاجتماعية الفاهرة أن تحكمل سماعها ثم تضع جاندها في زريبة فأنك بالكاتبة تعيد تصوير ذلك المشهد الخالد في التاريخ من نساء المقتصبات منذ ألفين عام إن سيكون عليهم أن يضعهم أطفالهم بعيداً على التاريخ سواء كان ذلك الخلال على جزء نفلة أو جزء نفلة فلا شيء إذن هنا يتغير المجتمعات تظلوا القابضة على عمر في الزمن حتى لا يتقدم بها أو ضحينا خطة واحدة للإقناع سيأخذها ذلك تطوف بحجانية أولاً تخمط ذلك الطفلة على ولدان ثم موجهة بيتة مأثارية نتيجة لنوع من التلوث الذي أصبت به بيئة طبيعية شريطة تظهر أما المرأة الأخرى فهي هذا الآخر الطفلة تأكسة التي بيعت بقيلتين من الحبوب لرجل تزود بإمرأة عاقر عاقر أسامة هادر العزاب حتى قتلت فيها أي روح للمقاومة وجعلت منها روحاً هائماً لاحظ هنا دلالة الإسمين ملك وهادر ملك قمة التمر وهادر قمة الانصحاب ثم تأتي الحالة الأكثر ترميزة أو رمصاً وهي حالة الست المجنونة التي تحتمي صيح فشداء بجدار الدفاع المدني بشاهد العبس وخصور التفكير لدى القائمين على الحكم الذي أمر ببنائه أمام الأبنية عقد أسامة سرعس لنصبح حائط لصد شظايا المنفعية الأرضية المضادة للطائرات هذه المرأة المجنونة التي لا تقاطب واحداً إلا ناسها تظهر تود الإدانة لشخصية غاملة غير مرهية وسأتضح من حوارها الغامض أيضاً خبر الإدانة التي توجهها مرة لنفسها ومرة لشخصية غاملة صاد 26 يقول أنا أعافى كل هذا عافى إني أنا اللي أعملت كده في نفسي ما هم تجبرني على الحال أنا اللي أتضر آي مرأة موزها كنت اللي أعطي نفسي ربك أكبر يا 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 ربك أكبر أكبر يا ربك أكبر ثم تعيد توجيه إدانة بالقسوة التي تسديها بتضرّب يبدأ من الرقص مروراً بالطب تهال إلى جزة أساس من جدها ويقوم بيدها ويقوم بغضاء على كل منهم على رأسها وعلى خطنها وعلى الجزة الأساس من جزة أساسها بتقول أنت يا وزق السبب كل اللي دراني أنت يا ربك اللي ضيعتني هذه الشخصية مشهونة بصور عديدة يمكن للقارئ أن يكون بعملية أعداء لها لتصور التحول الكرامي الذي أحقصه نفسي 67 لمصر وهي الذي دقل الشعراء وأنها ستكون على تصويرها في هيئة مراحة مثلها مثلما هي على حافظ القرانيجي القصوداني الشهيرة مصر تتحدث عن نفسها ونقم فلاحة مثلما نأتاها مختار المسار الشهير نظر مصر كلا هما أن المسارة القصودة يمكن أن يكون من منظور توادق المجاة الوطنية وتبنيها القومية المصرية القاصة لبريام سول ونقم فلاحة ونقم فلاحة ونقم فلاحة تقدم العامية في الحوار بامتداد الرواية يدخل على العمل كل هذه الحيوية العالية التي تأتيها من فرط وقعياتها بحيث تجسد الواقع وتدعالهم مع سئل التماثلين لتمام عيد القارج لأسباب منها فنأسوبها مع الشخصين اللي كانت تقفعها من المنطلقاتها الاتماعي تغير رغة الحوار من جيل لجيل وتكون مصطلحاتهم عن قدقات لفظية جديدة لما تكن تستخدم من قبل كما جاء على لسان فيفيان الشابة التي تقول بس ايه رأيك؟ مش المستاذة من الزفاح بينما ستصبح هذه الهمية عائقاً لتجاوز الرواية لمستوى المحلي بالطبع لا اجابة شخصية عندي انما هو سؤال يطرح قضية استعصي أمام حدايا قبولة بعض لذلك قبولة مهائية أو رفضة رفضاً باتا ثم هذه الجرأة التي أفصحتها ملك تلت الشخصية الضخمة في الرواية عن مشاعرها الإنسائية بشكل غير مصبوط في مقرأة من الروايات وهي تصرح أو تصرح في وجه عفاف ده أنا لما كنت محس باللي بتحس بيه أي وقتة أقوم أدخل الهمام وأقف على نفسي وأقعد أعير وخبط بعزم روتي على جسمي وأخار بشوشي وصدري ووراتي لحكي ما تشري الدم ثم تجيق قضية الولع بوصفة أمتنة بما يعلو بها لتصبح أمتنة لها حوليها لشخوص ومشاركة في العمل ثم تجيق قضية الولع بوصفة أمتنة بما يعلو بها لتصبح حجوزها من مورسات العقل الجمعي حتى لا تكاد تصبح شخوصاً حية مأسلة وخاصة المصلحة الغامضة التي يمكن إعلاؤها لتصبح رمزاً للمقلم بالتقدم والثقة العلمانية التي سبغلتها في حياتنا بعد مصادرة الثورة للقصر وتحويل المصلحة عامل سنرى عبر الثمانية والعشرين عاماً التي قضتها مهى بين ظهرانه التحولات التي درت عليه ليس فقط على المزر الخارجي الرانع الذي يراح على شخص ويضيعه بل هو المحتوى والمضمون الداخلي وصفة ذلك في رصد الكاتبة لذلك التغير الكبير الذي وقع للعقل الجمعي وعملية الإزاحة الواسعة التي بدأت في بيس باعتباراً من مطلع سبعينيات القرن الماضي للإبتداءات المشتراكية والعلمانية والليبرالية بحيث يطبر معطى تيني أو شبئة تيني ليؤطي عبر عملية التباية النفسي ومدني تهليز وممرات المصلحة حتى انتهى أمرها إلى مكان تعييس فيه الفئران والحشرات والبشر والجوضياء من حمسات أوزية وعباس فسادة في الهوالدين ذلك ما يصول في النهاية أحد أقصر مشاهد الرواية لمالاً فنياً وترويعاً حين تندلع فيه النيران حتى تأتي عليها فقط سأقف عند بعض النقاط أو حقت بعض ضرر بالعمل منها منها النقلة التكويلية غير المبررة في فصل الخاص بلا واحد بعد انتقاء السطح الأليمة بموتها انتقل الحق في المناطق في نوع من التزايد في الألزول مثل خوف منا من المناطق الغولاء الفصل الخاص عن العم العين به بالفعل من البدد والطراف القسيرة ولكنه بلا قيمة في مبنى العام لا يكوى لا يوجد تصعب أحداث خاتمة الأسئلة التي تطرحها هذه الرواية أسئلة كثيرة كثير كثيراً من القضايا تم الإشارة إلى بعضها أما السؤال الأخير فهو يتعلق بالكتابة الرواية من حيث الرواية إلى أقصر الأشكال القدارية قبولاً لتنوع عقلية السر المختلفة والكاتبة اختارت شفلاً من العقوية والتلقائية التي أعطى انتباع الأولين بالعشوائية لكن هذا الانتباع سيتلاشى تماماً كلما أولنا في قراءة هذا العمل وسيختفي تماماً عند نهاية هذه القراءة لأنه سيؤكد على معنى أن القراءة هي فعل مشاركة وليس فعل تلقائها وهي تبقي أحقار اكتبة الوقت منتقد الزلم يقوم مع القراءة بأعادة تنفيذ وعمل مع عملة الأحداث وعوالم وطبيعة الشخص ليستكنه عنق المسال الاجتماعية التي يتنحي في ظلها نتيجة لدخور قيم صحراوية عنوى على حياة المدنية ببادة تحت القراءات كثيرة تفرد نفسها على الواقع وشخصيات الرواية بل وعلينا نحن أروا شكراً لدخور قيم صحراوية شكراً لدخور قيم صحراوية شكراً لدخور قيم صحراوية وعايزين نسمع على الأستاذ هادل بدي دائماً بتبقي تلويتها شكراً لدخور قيم صحراوية شكراً لدخور قيم صحراوية شكراً لدخور قيم صحراوية الجانب اللي هي اتكلمت عنه كصحفية جانب مش ممكن ينفصل عن كتابتها داي حال من الأحيان يعني لما الواحد بيقرأ كتابة بهيجة في رواياتها بيحس إنه في مسؤولية ما تجاه المجتمع يعني يعني يحس على طول إنه بهيجة مشغولة قوي بإنها تقول لهموم الناس يعني حتى يعني عندها يعني شغلها دايماً مكسف وصغير يعني ما عندهاش مطورات باستثناء بحكايات العادية الأخيرة بتاع الدار الميلاد إنما كل شغلها دايماً يعني كتب صغيرة كده مكسفة للغاية الفكرة بتوصل فيها يعني نوفيلا زي البيت مثلاً دي قريتها النهاردة الصبح وانا بستعيد شغل وعيداً وحتى دار مننا حوار كده حوالين إن أنا لقيت إن حطيت كتب بهيجة كلها قدامي وقعت أفر فيهم كده لشان أفتكر ما لقيتش ولا كتاب فيهم مواقع فقالي بهيجة كنت أهلم الكتب كلها واجبهم لكتوقعينهم قلت لي معقولة قلت لها آه فعلاً إحنا كنا بنجري كل محد فينا يطلع كتابي التاني رؤي جيم يعني نعرف إحنا بنعمل يعني في الوقت ده كان أكتر حاجة بترفت نظري بشكل مهيجة هي وصدقها يعني أنت لازم صدقها يعني لازم صدق الكلام اللي هي هي مشهولة بأشياء حميمة عايزة تقولها جو الأعمال وتحس إنها يعني أقرب إنها إن أشياء بتخصها هي يعني بستمرار بتاخد من من شيء داخلي عندها حتى لو كان أظن أنتين كان اسمه الرجل الألماني يعني أقرب إنها بتتوحد مع شيء يعني بتديها من نفسها شيء حس إنه يعني في حنين بستمرار لفكرة إنه الحنين نفسه يعني يعني الحنين دي يصيرها مشتركة في كل أعمال بهيجة الحاجة التانية هي فكرة الظلم يعني هي في كل الأعمال بداعي البهيجة هي بتدفع عن شيء ما وأنا يعني كلام كلام جبال مقار حقيقة أبني بحاجة إنه إحنا بجلنا جلنا عاملين زي إن إحنا يعني إحنا جمدين يعني بالنسبة لأضايا المرأة وإن إحنا يعني إحنا نتجاوزها قادرين إن إحنا نتكلم كناس لها صوتها بخاص فبالتالي ممكن يكون عجل كبير جدا ما انتبهش للحاجات المفيعة جدا إنه باهيجة ده وديت لها حياتها فيما يخص إنها تشوف الظلم اللي واقع على البنات مثلا أو على النساء في كل أعمال وإنها تتكلم عنها إن إحنا عملنا جدعان كده يعني نتكلم عن المكتبع كله إنه ده ده اللي نقدر نعمله يعني باعتبارنا تجاوزنا المراحل التانية إنما يعني ده لفت نظر للنهار إنه إن إحنا زي فوتنا الحاجات دي يعني هي مسجد حاجات صغيرة كده في حياة النساء والظلم الواقع عليه وفي كل المجتمعات طبعا هي معتمدة جدا على ميلادها في كفر سقر يعني وفكراها كفر سقر في كل الشغل يعني أنا أظلم كده أنا ببارك لك يعني على هذا الاهتمام وبشوف أن أنت زلمت نفسك وزلمتينة لما بطلت اكتبي أدب حتى لو كان المجهود التاني موازي الصحافة أو السياسة كان ضروري أن أنت تعمل لي يعني أظن ممتظرين منك حاجات تانية كفيرة فلما تقدمني زي الناس دي قدمتها أنت بكلام كده أنا طبعا أنا مش يقول شاهدتي مبروحة أنا بحبة بقيقة وهي عطفة والمحبون دائما يعني أنا رأيي أنهم بيشوفوا صح بيشوفوا أصدقائهم أو محبوبتهم بشكل عام أو محبوبتهم يعني بيشوفهم بشكل صح لأن بقيقة أنا طلعت رائحت بلاحظات وليت الإداء في اتنين ونسعين إداء لطيف ولكن فيه جملة في الإداء قالت يعني إن إحنا يعني إلى زمن سمعناه معا وده زمن السمامات والحقيقة إن باهيكة يعني يعني تعتبر جزء أساسي أساسي في كتابة الكاتبات في جيل السرعة جزء أساسي بغض النظر إن هي جرية أو مجرية شيء أو قراءة إن فيه كتاب وكاتبات يعني يريقوا مقربهم عشان شلان يكتب عنهم الموقات مقصرون طبعا الموقات مقصرون الموقات مقصرون الموقات مقصرون الموقات مقصرون وده مش في موقات هتناخد طبيعة الحالة المنظومة طبيعة المنظومة نفسها زي ما قالت هالا إن الناس بتالها سواء تجري وحاجات من النوع ده هون وإن إحنا لما بنقرأ شغل حلو أو شغل جميل ربما أنا نفسي مش ناقل بس ساعات بحاول أتصنق شجرة النقل زي النوقات كده أقلدهم بس بعلاق شغول التقنيات والدنيا التحتاج السياسة لأن كمان أنا شايف إن منظومة النقل نفسها أصبحت برضو فيها مشاكل الحقيقة إن فيه سيمتريات كده فيه منظومات كده بتتعمل والمقاط بيمشي عليها حتى بمعنى إن مثلاً لو هنا أنا قابلت البطر البطر لا أحسن لو حصلت بسطورة فاكرة وهيجا بعد مقاريتها وذهبت لسفر ما في مكان ما في مدعوم الجافة الشهرية أنا زاك أيام الله الحضر الحكيم جوري الحبش فكت بعمل قابلت البطر الشهرية والحقيقة الرواية دي أنا نمت تشغيلني بوجود البطلة في الجزائر اللي مرت بتونس طبعاً وفي كلام عن تونس في الجواية ثم ذاهبت إلى الجزائر ولكن مصر كانت موجودة جزائر رغم مصر كانت موجودة وبرغم إنها طالع من هنا بالدائقة من مصر زي كل الناس اللي أصابتهم الخيبات والويلات والتطاحن كل الناس محبطة تقريباً كل الناس محبطة في واقع فما بالكم بأساسة اللي كانوا بيحلموا بواقع ومستقبل وردي ومستقبل عظيم وكنا بنعمل في أحزاب سرية وبنناظر وبنرفع شعرات وفي الأخر خالص كل ده بينزو على ما فيش لذلك أنا ساعات ببص حتى دلوقتي على الحكاية بتاعة محمد رمضان ومحمد رمضان شيء ولكن وأنا أتذكر أن احنا روحنا للمينيا مع بعض نقشنا إحدى رواياتها لكن رواية البيت أعتقد ذي رواية عظيمة وعايز بس أقول أن ساعة ما كانت بهيجة بتكتب هذه الرواية أنا بعتقد أنها كانت بتنتصر لفئة ماء في العالم موجودة مطهونة وطلع بيه أبوها ومتكسرة والعالم نفسه مدلها مدلها ظهر وهي كده بتكتب ده كان زي ما ما تقال أن فيه سمت عاطفة موجودة طول الوقت موجودة وده على فكرة الهاجس الرئيسي اللي موجود في الروايات ربما أن العاطفة بتنشئ دنيا خاصة بيها طوال الوقت فده بفرق بقى أن فيه أحد الكتاب الشباب ومجود يعني كتب كده عن شخصية أرمانية وهو أروايز بيارة وبعدين راح يدور على على منح عشان سفر أرمانية فجاجت مرة متعرفش السفيري اللي أكتب له أنا معرفة بقرحة معرفة السفرة فده الفرق يمكن بين الكاتب المجيد أو الكاتب النبيل والذي يكتب لوجه الله دائما بهيجة منزوية وأنا عايز أقول إن إحنا مش هناخد بهيجة بالتجربة الصحفية هالتجربة الصحفية مختلفة عن التجربة الرواية لأن بهيجة كمان كانت بتعمل في الأهالي مع الجماهير وكنت ماسكة بين صفحة كثيرة يعني طبعا وأعتقد إن هموم بهيجة في الصحفة غير هموم بهيجة في الكتاب الرواية لأن منذ رائحة المحظات بهيجة بتكب روحها بتكب مشاعرها وتقريبا إن المبدغين يعني بيبقوا مطحونين في الحياة لكن الكتابة هي أكثر حاجة بيقدروا يعني يفضوا فيها بزواتهم المقلومة المقلومة صحة يا دكتور المقلومة 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 أنا حاجة بكابة المقلومة حاجة بك الحقيقة الكتاب يكتبوا من منطقة ألم ومن منطقة خايبة ربما بيعملوا كتابات عظيمة وربما الهزائم تصنعوا كتابة أكثر ربعة من الانتصارات لأن الانتصارات بيبقى فيها تصفيق والتصفيق بيبقى صوته عام لكن الكتابة المقلمة أو منطقة الألم الموجعة بيبقى فيها بكاء وإن هذا البكاء بيصنع همس والفن يحب الهمس بيجا عندها أدب همس وربما إن محمد قيمتها كروائي حب يجامل بهيجة فصلا من الأدب كله لما قال إن الأجدولوجيا يبقى فيه كتاب كتاب جدا ما يتمشوش وراء الأجدولوجيا مثلا ممكن في رواية رفعة السعيد إن رفعة السعيد بقاءت سياسي في عامل رواية الباسقة فكاف الشعرات مالية رواية من أولا لأخيرها رواية مش عارف إيه في الأدوار العليا نفس القصة برضو حزب الشيور والأعمال السرية ما تعرفين فلكن الحياة هناك كتابات كتير جدا في أنا عايز أقول كمان إن فيه جزء من من انزواء ولابد إن أحنا في الفترة أقرب بعمل كتاب تاني ثاني بزء تاني بعد كتاب لماذا تموت الكاتبات وكمتا كتاب بعمل كاتبات في الموجة فأنا عمل فصل الحياة عن بهيدة وعن كاتبات أخريات ما تشافوش كويس ده فوق النظر و أنا عملي من نوجة نظر شخصية باش نوجة نظر نقطية ولا بحصية عميقة ولا حاجة فالحقيقة إن فيه النقاد اللي هما اللي يبينين على الساحة اللي هما بيكتبوا في الجرائد المرموقة والجرائد اللي بيجي وراهم النقاد وبيسحق وراهم وبيبقى لما حد منهم بيكتب مقالة فالناس تعودوا ألفا من ألف مجلون مبلوغ وحاجات من هزم مبلوغ عليهم فالحقيقة إن الجريدة اللي بتكتب فيها تقريبا لن تحتفل بينا محترام من محبتي هل في محرق من الجرنان مهاردة موجود؟ نعم هل في محرق من أهالي موجود؟ فمثلا إحنا أدي جريدتنا مفروض وهي إحنا كناس يسريين مفروض تحتفل بينا فإذا كان الجريدة اللي كان باسمية بنتحتفيش بمكال إحنا كان ندير حمل اللي كان مجد حسنين وده توفر في تسعة وتسعين في أكتوبر تسعة وتسعين وإحنا عملنا عنه كتاب واللي اختاره عموانا في المسال هو جزال البر كان بيجي غط النجاة بتاعت الزيتون للقدس للقدس وكانت القدس وأخبار الأدب وفيما بعد البديل كان فعايز أقول إن بهيجة مش نقاط بشكل عام لم يهتموا بمشروعها ولكن حتى نقاط اللي صار وهي دكتور صراحة ما هيش من نحب ولكن هذي يعني كما أنا يعني أنا ألوم نفسي كمان رغم إن الأقشة اللي عملناها في المانيا للوقات بهيجة أنا أعتقد إنها كتب واقشة ممتعة وهذا من العلاق فكاين نفترض كمان إن الواحد بلسوء نحن نبكي على مرضى ولكن نحن بنقول إن نحن عايزين ننتصر للكتاب الجايديين بعيداً عن أنهم يمين أو يسار بهيجة لها تلت تجارب رئيسية في حياتها تجارب العمل السياسي في السبعينات والتجاري من البوليس والكوف وعملت المباحث بالإضافة إلى تجارب تجارب ومتحرك والتجارب للصحافة وتجارب تلت تجارب أنا رأيي إنه متوازين مش متقطعين فيه سماية تقطعة لكن متوازين متوازين لا مرواية كانت بتكتبها وهي صحفية ففيه توازي في الموضوع الصحفية التي تبقى الموضوع فيها وهي بتكتب فعاية أقول إن تلت تجارب رئيسية موجودة وإن الحقيقة كمان إن بهيجة الصحافة لم تضغى على الكتابة الروائية زي كتير من الصحفين أو الصحفين اللي هم داخلوا جمال غصاني في الحقيقة لما المجدع الحقيقي بيبقى متوحد مع عمله ينسى أي حاجة تانية يمكن أي تجربة الهاجس الإنساني اللي هو موجود عند بهيجة بعيدا عن الآليات الكتابة النفسية هو الهاجس الإنساني والهاجس العطفي هو اللي بيصنع الكتابة يعني الدكتور الأرماني ده أنا لا يمكن أنساه لا يمكن أنساه الرواية العظيمة العظيمة حقيقة وأنا دخيل في فإن أنا أصف حتابة هذا المعنى ولكن فعلا هي الرواية في منتهى الرواع منتهى الجمال أيضا أنا تعطفت وحبيت رواية رائحة اللحظات العبارات فيها وتحس إن العبارات بتشد من الواقع وأنا بقى راه لذلك الوقت حقيقا لأننا أصحاب تجارب موضوع في العمل السياسي وتهردكنا وأحلامنا بس بنامهب مراتا أنت أخرى زي كل المصريين اللي حياتهم بيبوموا مراتا الأخرى يعمل والنهاردة إحنا ده احتفاق وكواس إن جمال مقهرة عمل عمل دراسة ده شيء جميل ودكتور سلاح عمل سياحة لكن الاحتفاق والكلام اللي قالتكم فالاحتفاق الحياة بهيبة تستحقق احتفال الأقصر من مر والأقصر من سبب والأقصر من عاطفا لأن البهيجة فعلا لما قلنا هي باهت الجنة لأنه طول الوقت هي موجودة عن نستوى الإنساني وواحدة ما كانت بروحة الأهالي كده لأسباب صغيرة يمكن روحة الحلم الثانية أو حالات من نوع ده فبهيجة بتستقبل الواحد يعني بشكل خاص ما عارش تنوية 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 ما عارش أقول إن فعلا يعني بهيجة وردة ما عارش تنوية في جيل السبعينات وفيه كاتبات كتبات جدا مش أكاتب ماخدش حقوق لأ نحن لأ يعني وانتنا ما انتبقناش للسرعة دي لكن أعتقد إن زماننا خاضي يا رجيلة ما عارش تنوية ما عارش تنوية ما عارش تنوية مع آخر من خلاق الباسمية بعد كنة ببدأ قدم خطمين يعني مع الخطمة الصعيدة ومدافلة كده سريعة سريعة جدا مساء الخير ويا أهلا وسلم بحضراتكم يعني مكرر شفتي الجزير لأستاذ شعباد يوسف والأستاذ محمد إبريم يعني على إيطاة حفاظ للقرصة أنت أتقي بأستاذة بهيجة حسين حيا كنت أسمع يعني دايما صوتها يعني كنت أنا من عشاء يعني بعض برامج الإزاعية فكان اسمي بهيجة حسين يتردد داخلي ويمكن أسمعها دايما في بعض اللقاءات أو فقرات الإزاع تتحدث عن المرأة وعن الهم العام يعني يمكن كمان أرطله في إحدى المقابلات الصحفية تقول يوحريكني ألهم العام يوحريكني ألهم العام ألهم السياسي والهم الخاص النسويق فلا فصل بينهما لأنهم فصلوا بين العالم والخاص عينهم فنحن لسنا أفرادا في الجزر في الجزر المعزولة نحن نعيش الواقع بكل تجلياته الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية ويجب أن نتفاعل مع كل هذا ويمكن بهيجة أيضا تقول عمرك هو يعني مجرد حياة واحدة ولكن أنت واللي حواليك واللي بتسمعهم وبتقرارهم بيخليك تعيش ألف حياة ولكن لا تنسى أن تعيش حياة يمكن لو حضرتك يعني هزاني مدخلان لرؤية بهيجة حسين في مثلا حكايات عادية لملء الوقت أنا سوف يعني أطير كده يعني خفافاً هذه الرواية تبدأ بفتح باب الزكريات أو الحقائق المغلقة اللي يمكن كلنا مرينا بهذه التجربة أن تقوم الأم بيعني تحضير الجهاز البنت منذ ولادتها ويمكن بس تحضر القصة من القصص الجوحز عندما يعني يحكي عن برأة الولد البنتاً فاغتم الأب لأنه كان حطاباً يعني لن يجد من يعمل معه فقال لها يعني المهم بقتلوا اطمئن فكانت تدخل كل يوم حفظة من دقيق يعني إذا المجال امتلأ تبيعه وتدخل الدرهم إلى أن جاء خطاب لهذه الأبنة فدخل فوجد الغرفة تمتلؤ بالأشياء فقال لا أنها لك هذا يا معنى فهي يعني حسن تدبير فيمكن هذه الحكايات الأستوزة اللي هي بتقولها هي حكايات في كل بيت المصري لا يعني خاص يمكن بالأقل يعني بالفئات الدنيا والفئات المتوسطة هم أكثر الحرص على أو يعني موضوع تجهيز البنات والحقائب المحشوة بالأشياء ممكن بعد البنت ما بتكبر ما نكونش موضة لكن الأم مصرة أن تبدأ وكأن يعني نعم لهم إياني كأن هذه البنت يعني مخيضة الجناح وتريد أن تسترد على أشياء وهو فتحة بهيجة الزكريات أو الحقائب المسكوبة وكأنها تبحث عن نفسها وتبحث عن هذه الأيام التي انقضت أيضا بهيجة ترسم تفاصيل صغيرة وملامح الشخصيات والعادات والتقاليد المروسة وتغيرات المجتمع والمرأة طبعا لها حضور طاغي جدا 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 وتذكر المرأة دايما بصنة الرحم كأنها تحكي عن من تعرفهم حياتنا هي ذكريات ولكن كيف نحكي هذه الذكريات وكيف نختار من هذه الذكريات ما يكونوا مجازا للحياة الآن وبالتاني اختارت يعني خالتي روحية وعمية نعيمة وخالتي ملك وأثرت أن هي بنت خالت والدتي لكن هي الأقرب لها وكما قال دكتور صلاح يعني أن الرجال في يعني أن النساء يعني الرجال يعني مش هقولكم بارس لكن يعني هي شخصيات باهتة وشخصيات دائما يعني جانية يعني كنا حتى شوفنا شوقي هذه الشخصية التي ألمالها كثيرا لكن رغم ذلك هي ذهبت إليه لكي يعني تزور طبعا توقفت قليلا عند عنوين الروايات التي أخرجتها الأستاذة دائجة حسين رائحة اللحظات وراءة الروح البيت أجنحة المكان كانت هكايات عادية لمن الوقت كلها بتدور يعني السيدة مهيجة مجدودة بين التاريخ والجغرافيا يعني الجغرافيا والتاريخ وكأنها تريد أن تقتنص اللحظات الماضية لكي توظفها الآن أو تقتاتوا بها الآن يعني كثيرا نحن جميعا ما نلجأ عند الإحباطات أو عند يعني الخيبان نلجأ إلى الأماكن المضيئة أو الأيام المضيئة وما أروع طبعا الطفولة عندما كنا لا نحمل شاء على يعني أكدافنا وبالتالي يعني فتحت لنا طبعا حضور القهر والقهر الشديد ويمكن قهر المرأة نفسها يعني يعني يمكن الأشياء اللي قالها للأستاذ جمالي ده نوع قاسي جدا أن أنت تجلب نفسك بهذه القسوة وأن أنت يعني تجد الله خلقنا على هذه الشكلة يعني لا زننا لنا وخلقنا فينا ذات العواطف لماذا هي يعني مطروحة للرجل ويعني يريد أن يفعل كل شيء والمرأة دايما حالة القهر أستاذا بيجيز خوارتها بتصوير رائع جدا جدا طبعا البيت يعني اللي هو مجاز للوطن في هذه الرواية البديعة اللي أشار إليها الأستاذ شعبان يوسف الدكتور صلاح يعني الوطن اللي هو يعيشه فعلا داخل كل واحد فيه وجاءت بهذا البطن الأرميني الذي يعني خرج من بيديه لياك يعني هي تبحث عن الوطن ربما تعيشوا في مصر لكن هي يعني تشعر بعدم تحقق الرؤية التي تحملها لهذا الوطن وبالتالي فيها تشعر بغربة حتى لو كانت طبعا سعيدة كدت أنا أجلس إلى جوارها وسعيدة يعني أنا شعرت بالفخر العظيم الحقيقة أني يعني لماذا هذا البلد ما زال واقفا رغم كل ما تعرض له أن في هذه نقاط الضوء المشاعة ممكن غير ظاهرة ولكنها هي التي يتمده يعني أنا دائما يقول نحن يعني يعني اللازين نلقم الفحم للسفينة كي تسير ممكن الوجود مغبرة أو الأيادة أو لا نرى ولكن السفينة تسير وتنقر عباب البحر وبإذن الله سوف تصل إلى أماكن جيدة مشكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا من دكتورة فاطمة الصغيري قبل ما نبدأ المداخلات هنأمل تنويه على النادوة القادمة الاتنين القادم إن شاء الله 30 من نوفمبر مناقشة رواية تاريخ آخر لحلم للكاتب رواي أحمد صمري المفتوح المناقشون الدكتور شاكر عبد الحميد والأستاذ أسامة حداد محمد الرهين طه تدير النادوة الدكتورة فاطمة الصيدي نبدأ المداخلات السيد صلاح؟ السيد صلاح؟ السيد حسين الله بالترتيب أنا صراح عشق الجد أن أحضر منذ الخصة ومستاذ الهيلة لتعتبد أن أعلى مدصة حص وخلص فلنألاء كل التوكيل بسرعة تأخذ الدكتور شكرا جزيلا أنا اسم حسن بدل أخذت كلية عدود سنة 71-72 حولت الأداب عن شمس سنة 72-73 وفي أكتوبر 73 في أكتوبر 72 استقبلت بهيج على السفر وهي لسه داخل الكتاب ومن يومها وبين من المريخ مشترك لم يوم قطعة وفي حاجات كتير قوي قوي سواء مش بس تسميني الكلية باعتناها بعد ولكن كمان لما راحت الجزائر ورجعت كنتما دخلت الأهالي 28-80 واستقبلتها سنة 84-80 في الأهالي ومن هذا التاريخ وإحنا الزفاق والدفاق بدنا تختار وعشان كده أنا يمكن حاجة أن ألقي إضاءات كده على حاجات تبهيجة والإنسانة والصديقة والرفيقة اللي كانت مؤكد إنها وراء تفجر مشروعها للداعي ووراء حتى تعاملها بالبس مع السياسة ومع السياسة ومع التعامل بنفس الطريقة اللي بتتعامل بيها مع أدب زي ما عبر في القصة راحت تعبرت إنها روحة هي روحة في كل المسائل هي بتتعامل مع الأدب والسياسة على إنها بتقامسل منهم بالنسبة للآخرين مجرد أعقام أو عناصر همشية في المجتمع لا بتقامسل بس الملاكة عناصر حية بتقامسل السياسة حتى بشيء لها بعجب دائما كلامها مختلف يعني أنا أتكلم عن مفتاح للان مفتاحة هي بتخش الزوايا إليها علاقة بالحاجات البسيطة والجومية هارجع تاني هتكلم عن دهيج حسين مش هتكلم عن الموضوع دهيج حسين بدأ أظهرها في المجال العالم السياسي مش في الحركة الأمهات أنا أفكر في ده حركة الأمهات أمهات وأهل المعتقلين بداية هي داخل الجمعة في أكتوبر يتقبض على دفع كده في 29 ديسمبر 22 ثم على دفع تانية أنا كنت منها في يناي 23 واتخلقت في الوقت ده حركة أمهات وإخوات وأهالي المعتقلين وكانوا بيروحوا ويحضروا كل الكلاسات في المحكمة بمظاهرات ويهتفوا ويروح يتزهر وانتا مكتب الماء للعالم وانتا مخط الصحفيين وانتا بأسسل أهلهم وانتا بأسسل أهلهم كل دهونا في السجن فمت من تجيدي وهم ست فلاحة يعني كلا بيس فمت من تجيدي وانتا بيروحش ترى وانتا بس كانت ممدمجة وكانت خد جداً فوجئت منها بريارة خالص فتجي تبكيلي في الزيارات فترحنا هنا ومظهروا ودازة فتفنا ومشوككو شفيفة ومشاتفنا ومشوككو شفيفة ومشوككو مصة صبري مشعرف فيه وحيك دا وض Litان من الناس الولايين اللي كلمتنا عنهم بهجأ عسين وما كاش تعرف بهجي وعرفتنا عاركت المعيبة وكانت تجيدينا بهجأ بكما ساعته اشتركوا في القناة وعلى فجره كانت في قسمة واحدة كانت بريجة كتابة كتابة هي تضغيرة كتابة بدي كلم كتير قوي في التفاصيل البسيطة والعادية بتاعة الخيار والناس وأفجأ أن بعد سنين طويلة جداً أنها بتفكر للتفاصيل سوية لما كنت نشيئين مع بعض ولما كانت تاخد حقنا في الأجزاخانة ولا رحت معاها حاجات أمانس نفسيها مش في التفاصيل بس هي عندها كان ورانا مزهرة واعتصام وجالي بارد فكان لازم روح أخذ حق ورانا اعتصامات بسيطة لا تصدق تقوية جداً وعندها روح حساسة جداً روح طايرة كداً وحس مرهف جداً عم زيب مش عايز أروح الفوتوغرافيا لأروح الفوتوغرافيا جامل بردو شميلاً يعني حياة كده شفافة جداً بتضقط وبتخزن كل ده وعشان كده نجاهي ان ده كله اتفجر اللي قال عليه الدكتور سنحة الاعتراف انا بسميه بوح بس بتبوح وهي بتتقالي بيتنزف انا عارف الضهيجة بس وعارف وعشت معها معناتها وغلامها سواءً يعني يمكن ما كانش بينها لان كان فيه حالة من الفوران ومن الامال والاحلام وكان فيه بعض الناس بتقول للشبكات دي بعد كمسلين خايفش تجدها ومجالش بها والناس الصدمة على فكرة الصدمة والصدمة الكبيرة كانت 9 سنوات لما توقعت معادة السلام واللي قدت إلى ان بعض السياسيين وبعض الشعارات وقاموا بكتأبوا وبعضهم اتحروا بعد الوحدة وبعضهم اتحروا قابليها مع مقدمات الوحدة بيه اللي تأحمد عبادة؟ أحمد عبادة أحمد عبادة في 4 سباينة او سباينة ايه يعني اه احمد عبادة في 4 سباينة كان بقلوف تانية تخصة خالص بقلاط في عام السياسيين او او اكتأبوا او بعدوا او باعدوا او فقدوا الامل او حتى يعني حتى احزاب التفرفق احزاب التفرفق احزاب التفرفق بس اصلاق بزي شعور ناصر بس اصلاق بس اصلاق لا 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 اصلاق مرسي من انتو جيتوا هي كانت تاني صفمة كبيرة في مصر بعد نفس السمع اللي ملحقناش نخرب من جراحها محمد ردوس قال هي كان لما يجب جراحة تاني مطور اكتمل ومعارس وده وضع في الوقت ان حزاب يعني ان حزاب فطرات يعني فطرات فطرات دي حاجة انا عايز اقول بس حاجة تانية لما جبت بايج عسين الايهادي فاول عمل كثيفة بي وصة مر بتعمله على قرنة كانت مسؤولة على صفحة المصر الخصيحة الصفحة بتاعة همومة نياز مشاكلة 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 اللي تسببناها الالام لكنها كانت اعتقد انها كانت سريئة جدا وتجربة الشرار كده خواها عمل التلاجات عمل التلاجات اللحظة التالتة اللحظة التالتة في دهيجة مفكرة هذه التجربة الابداعية انا بعتقد ان هي تجربة سفر بالجزائر اللي هي عبرت عنها في جملة بسيطة اخرى للاحظة اللحظات اللي انا قارتها مخطوطة هيا ودمحة المكان قبل ما تتضع انها اعادت اكتشاف ذاتها في الاهيطة واكتشفت انها قادرة على التفكير والتعبير والتصرف والتخاذ المواقف منفردة في الغربة في عمل تلاج الوطر اللي هي مفصلتش عن المفارس يعني بس عاشت تجربة بتخصيلها بعيشها مهالتها بشكل تحيي جدا فكان من الطبيعة انها ترجع من التجربة وهتتفجر تجربتها بالدعية اللي بدأت برأي الحظات وانتهت او توقفت عن اتمنى قالت انا فهي توقفت عن حقيات عادية اللي ملك الوقت اللي بدأت بشكلها مش عادية ومش كسر ملك ده ده اخيها حكاية عميخة جدا وهي تملأ الخطوة بين الحلم والواقع ده ده طبعا عندي كلام كتير جدا أستاذ الله عندي شكرا أستاذ ليلا حسين مرضو فيه وغيره انا مقابلتش استاذة بنيه الحسين من اكتر من يشفين ذنة كتقابلنا قبل كده صدخة مع الأستاذ رحمة الله عليه و الأستاذ بسانة عفيفي و الأستاذ حسين عبدالعليم و كان حظي جميل أن احنا اتقابلنا هذا الشهر مرة تانية فيها مش هتبتكرني لكن ملمحها و صوتها و مازالت محفورة جواية اللي أنا شعرت أن هي إنسانة بتتعامل مع الناس و مع الورق و الألم بحروف روحها يعني بتسكب روحها في الناس و ورقها و بسلوبة الجميل شعرتها يعني هي قامة إنسانية و أدبية و سياسية إنسانة جميلة بكل المقيسة شكرا بسعادة عايزين شهادة مبروحة شكرا 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 أنا بلي أن أقول إنه يعني تجربتي مع جاهي جعزين كانت تجربة جميلة و رائعة و يعني قدت لحياتي معنى جديد و جميلة خليتني قادر على ان انا استمر ويعني احقق عاجات كثيرة كان من الصعب تحقيقها لو ما ارتبطت الناس كان من الناحية القصة من الناحية العامة يعني البهيجة التي حضراتكم اتكلمتكم وقفتكم في شلامكم وعن الأدب وعن البهيجة كحركة كناضية وكصحبية وهي فعلا زي ما قالوا الزمنة والاصدقاء هي يعني في الادب وانا دايما مسألها السؤال ده انتي ليه وقفت يعني هل انا ممكن اكون سبب العمل السياسي سبب هل ولا يعني ليه وقفت انت الكتبك وانسا هي عندها احساس وده الحقيقة يعني انا بقولها بصراحة ان هي يعني قالت اللي تقدر تقوله ومعندهاش حاجة دالية انا واسط من خلال حياتي معاها اليومية انه عندها حاجات كتيرة وهي بتجيد الحاجة وعندها زي ما قلتوا زاكرة قوية جدا وبتوقف عند التفاصيل والتفاصيل مهمة جدا في التفاصيل العميقة اللي هي مش كبرت حاجات عادرة فانا يعني ساعدت جدا بهذه الدعوة والكلام اللي تستحق وبهيجة الحقيقة اللي تقال عليها وكل من الزمل العلوفة لكن انا نفسي دي بقى دي يعني خطوة انتجاه تشبيحها تاني لانه فعلا هي بتكتب حلم وعندها مشروع وافكار جميلة والعكس عندها الوقت دي الوقت دي اكتر من اول كانت مطحونة بحياتها او في الصحافة وفي الدنيا يعني بالوقت بقت الحياة اكثر استقرارا يعني ومش حكاية ان الواحد دي وقف فترة بما يداش بالحكس ده الناس بتكتب في السن بتاعنا ده وبتبقى يعني اكثر جمالا يعني السن بتاعنا السن بتاعنا سن بتاعنا سن بتاعنا سن بتاعنا سن بتاعنا سن بتاعنا سن بتاعنا سألت إيران بحيّل أستاذة بنيكة سلسلة السن بتاعي مش كانقيلة اه، سأتتلا كَقارئة اه، انا يعني دهشت من رواية بروية حكايات عادية عجبتني جدا 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 درجت ان انا معوش من عهديها بعدم أنا أقعد أه، بليلة بدأتها مثلا نهاردة بخطت يوم بليلة ما مطعتش من كتر مع السرد جميل واسلوب.. هو مش سهل ولكن اسلوب بديع بجنب وبعدين ألاقي فيه الشجن ويكتدي في روحك يعني فعلاً وإحساس جميل وشخصيات الرواية عجبتني جداً لأنها شخصيات حية حسيت أن هي شخصيات حية فعلاً ومتحركة غنية بالرغم من أنها كتيرة ولكن ما زعبتنيش وأنا بقرأ حسيت أن هي غنية جداً للشخصيات وعميقة وبعدين حضرتك عندك وعي عميق بالوقت الناعي بالمجتمع القريفي والحضري كمين وبعدين فيه كمان شيء جميل جداً أن أنا لقيت نفسي يعني أنا ورده من الجيل بتاع حضرتك لقيت نفسي في كل الشخصيات كلها موجودة في حياتي الشخصيات دي مرت عليها فعلاً بنفس المواصفات لدرجة أن مثلاً البيت بتاع نهاد المطبخ ووصف المطبخ نهاد حسيت أنه أنا من شبرة وحسيت أنه ده فعلاً مطبخنا آه ده مطبخنا بالضبط وأنا طفلة صغيرة فكان يعني فعلاً كنت مستمتعة بشكل مش معقول وبعدين حضرتك عندك توقعات أنا حسيت بنهاية أولاً بالنسبة للمرأة أو قضايا المرأة فيه نقطة مهمة جداً كان فيه جرأة تهيالي دي أول مرة حد يتناولها في وصف رغبات المرأة ترغبات حية فعلاً وموجودة ومتواجدة ولكن إحنا بيبقى يعني تجزي ده ما سكوت عنه في الكتابات وما بيبقاش بهذه الواقعية يعني وبعدين فيه إسقطات شوية طبعاً في الرواية كانت يعني النكسة مثلاً أنا اعتبرت المجنونة دي دي كانت نتيجة الـ 67 نكسة الـ 67 فيه بقى شيء مدنش جداً الرواية ستة من 2008 وفي نهاية الرواية أنا حسيت بعد حريق المصلحة أو الهيئة اللي زي المجمع العلمي المتحرة يعني كان فيه توقعات المجمع العلمي المتحرة كان فيه توقعات حضرتك حطتيها وتوقعتي الأحداث اللي ممكن تحصل فكانت الرواية في نهايتها بتهيئ حتى الأشخاص وبعدين مثلاً في عبدين لما جاتني هادو بتعيد بناء تاني الحارة وبيوتها وترميم حسيت أن أكيد إحنا بنعيد بناء مصر جديدة وإن إحنا دخلين على 2010 والثورة هتقوم والأشخاص موجودين والرواية المكتوبة 2008 ففعلاً ده يعني تفوق رهيب في توقعات الأحداث وده أدهاشني جداً واستمتع فعلاً بالرواية أنا بشكر حضرتك ومنتظر حكايات أخرى يعني ياريك فعلاً منتظرين بإلحاح يعني ألف شكر وألف موضوع شكراً لكم 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 هنا كلهم اتنين هنا كلهم اتنين شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم مثل شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم ده أبدو شكراً لكم مرجعية من غير نصيحة مباشرة من غير ما تفرد حتى تواجر سياسي علينا نطبق لنا جدا هي كانت بدفع عننا جدا على فكرة كمان بتتبنى مشاكلنا بتقف معنا احنا نجي للي بدأ يقرأ ممكن قرينا يعني قبل كده وإحنا صبيعين شوية بس إما بدأنا ندرك بدأنا نقرأ رواية بهجح سي أول مرة أحضر حفل توقيف حياتي كالحكايات عدال من الوقت كنت بفهم شوية ثقافة يعني وعية يعني إيه يبقى الإنسان عند تواجه يعني إيه يبقى عند رؤية رواية هكو لابت من السن لأن هي هي لقب الجزور أنا بحسه جدا لأن الجزور رفية فدائما كانت مست يعني أنا مستهلة جدا لجاب تحكيه بتعيش جوال حكايات مشاكلنا من غير برضو ما حس بتوجه سياسي من غير ما حس بإن ده بتفرد ده من غير ما حس هي بتفرد رؤية بس ده في نفس الوقت أنت بتعيش مع الأفراد معاناتهم ومشاكلهم نساء ريفيات عندهم ومعانات جريرة جدا من غير ما نقول معاناة المرأة والنسبية وكذا 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 لكن ده واضح جدا هي بتعملك جزء من رؤيتنا جزء من توابهاتنا جزء من وعينا في الجيل بتاعي أنا شخصيا كتبهجح سي هتفضل كده هتفضل جزء من هي بتبني وعي هي ممكن تبقى تعمل عادي يعني ما بدتش وعي حد ولا حاجة يعني الموضوع بسيط هي دايما تقول كده لا هي كانت دايما يعني بنت وعي أنا شخصية وبنت وعي أعتقد جيلي وبنات يعني كتير جدا مثلا في الأهالي في الزحافة في المهنة في الشغلانة في النقاوة طبع طبع دورها في النقاوة السنانية لكل خالص يعني كان حاجة كبيرة مهمة يعني أنا مبتلنة الوجود بهجاه حسين بشكل شخصي ودايما أقول لها نفسي تكتبي تاني جدا 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 يعني نفسي نفسي ترجع تكتبي رواية تاني يعني جدا لأني عندها كانت عندها جائزة وعاية تقول سهر بنغسل الكرفتين هاي شاهدتها بالنسانية والدكتور علي شوشان شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا أنا ما عرفتش الأصدار إيجا إلا مؤخرا يعني برغم أنني قديش وليتين من الحركة ولقيت أنه يعني عشان أفصل الوقت فحقول نقطتين أو ثلاثة النقطة الأرنية أنها زي ما قالت الزميرة نقول زميرة عشان يتجمع كان الكثير من كل يقول رفيع زي ما قالت الزميرة فهي زميلة هي بتتبنى صحفيين لدرجة وعندها قدر من النقاء والبراءة الشديدة اللي اكاد اكون يعني انتقدها عليها او اعيبها عليها لانها بنقاءها وبراءتها دي الشديدة اللي يعني بتعتبر جرعة كبيرة جدا ساعد بنسميها عندنا توكسي الدوز يعني جرعة سامة ساعد ترى انه انا شاكنت شاهد عن تهجر الاسجوع ده ايوه ساعد ترى ان الصحفيين لا يخطؤون يتقول يا ترى ان الصحفيين لا يخطؤون لا تتصور ان الصحفي يرتكب اي جريمة في الدنيا حتى لو حتى هو الصحفي ده يعني سبق شندتها يعني يا رجاء شخصي وعام لحضرتك وللكل الناس انها تقل شوية من نقاءها وبراءتها لان النقاء والبراءة الشديدة بتطيعنا كثيرا حتى سياسيا في اخطاء شديدة جدا الحاجة التانية انه انا بناشد من منبري هذا الرفيق صلاح عاد لي انه يديك تفرغ من الطبيق يومين او ثلاثة في الزبوع يعني انا مفيش حاجة كنت مفيش حاجة ينفع اقولها لان بهجة صديقة عمري وفي الصحافة مع بعض وفي النقابة جاهدنا مع بعض وما اقدرش اقول غير ان هي فعلا اختي لي مع اختلاف انت مقاتنا سياسية لكن مع بعض بتحسش ان احنا في اختلاف رؤيتنا للوطن او احلامنا مع بعض اختي اختي واندرت اقول لها كنت ذلك ماذا بيتش اكمل فريكي بتلهش بعد يعني حكايات كثيرة جيدة نوعتي اتعجري بيها والمصارفة بعدها باسبوعين او عشر دي ايام كنت في الحزب في المركز الحزب كريم الدولة مش عاكم راحي ليه الصبح كانت في معادة او حاجة زي كده ففجرت هي بتتسيب لي انا ما تذكرت شبعين طلبت لي اهو فأنتها شكرا فأسألت الولد يا اهو قال لي الاستاذة بهيج عدتو شرقوية زي طيب من حكمنا بسرعة كده على الغذية موجب ومفتول بها فعلا اول حاجة الحكاقة منتازة منتازة وتتحكم في تناسب الحكاية للحكاية يعني من الحكاية للحكاية للحكاية في الفصل الاول اللي هو خالد الملك والشخصية البسطورية اللي هي سيطرت على احداث اللي هي من تظهر وتختفي من تظهر وتختفي مكنها مؤهن منها بالتطورات مراحل حياتها اللي الكاتبة تبتت انها تمسك لنا ما فيش شخصية يا رمادي يا سوري ما فيش شخصية يا رمادي بتبدأ حياتها انسانة منفوزة ومحطمة بسرعة من عمها ثم تبدأ بعد كده بيعني ورثة بتاحها او شخصية مؤيمنة ولها تأثير حتى في فترة انها حاولت تتزوج واحد من سن اولادها وبتخفص قدام العيلة كدها ومع هذا بتنتقل منه عندما بمشت نوايا الفاصل الاول كمان فيه نقطة مهمة اللي هو مسألة لعبة حمادي هي كان بقى حمادة بيلعب لا لعبة حمادي كانت مشهولة فيه ده في نهاية السبعينات مع التطور او التظاهر اللي هدث في الصورة الكاسبكية وشراية الكاسب والنوع من التدين او نوع من اللي احنا عايشين فيه المهارفة في نهاية السبعينات فكان دي بتفكرني يعني عملت رابط بين حمادة بيلعب والفترة الزمنية دي في قصة اللي هو يعني في التتابعة الاخر مأساد احمد اللي هو الغرفة هو عن 8 سنة بخالتي ملك برده والستة المجمونة الحقيقة منتو مش عادوا ضعيفة شوية لكن يعني برا السياق لكن فكرني بقى في الحوار اللي هتكلم عنه وهي بتتكلم نفسها وتدرم بتشبشب يوسخ 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 كده فتناص مع أستاذ الله الحمدى نعمات المحيرة في احد رواياتها اللي هو النقام الشاعر تقريبا قالت ايه الزواج هو جراحة عدوه على جسم جميعا فكان هنا يعني يعني يدوك تماس مع المقولة دي اه في بدأ ده اللي اظنون انا انفصلت شوية مع بنت عام جدتي وستي خضرة وبعدين جدتي الجدة فعملي لابس لو معرفت ان استي خضرة ده حاجة بنت عام الجدة او حاجة زي كده في مشكلة اهنا ما في الموضوع اللي ناسبني اللي هو الحوار الحوار هو حقيقة حوار مع رشق انا نقدر نقول في العمية في بلاغة دي بلاغة اخسر أعطيها مره يعني مالي قال لي همزاي حوار عمي عمي صح نعم لا لا شاهد حوار حقرياتي العمية في البلاغة فالحوار أولاً صد رضاً ما فيش تكلف فيه كذا يا بيت مش عارف إيه وبأمثال وتطفير الأمثال أو ترشيح العمل بالأمثال العمية القروية بتاعتنا كان يعمل جداً ويعني بها من الحوار فعلاً والأمثال اللي فيه لكن هي نقطة الحريق اللي هو كان فيه الآخر ده كان فيه مشكلة وبعدها حقيقي ورم على كلمة مصلحة لم يعني ما كشفتيش ما هذه المصلحة رئيسها دكتور وصفة روسيا واعتقاله غليل بينما عمي وديع ودي شخصية ببه مؤثرة جداً ذكر على الهامش واتضع أن هذه الشخصية لها تاريخ مع الأم ويعني كشوعيين في الأول ما بوضحتش اللي مساء قبض عليه يقبض عليه ثم يفرج عنه يقبض عليه ما هذه كان اتضع عملية الورق المخبأ فيه حقائق طبعاً أنا يعني ما قردش ما هي الرواية دي وأنا وعدتك إن أنا يعني لما قبضت لي الساعتها كفاية مش قادر تكمل هير بعد ستة خاضرة دي أو كده ما كملتش ليه في 2009 قبضت لي شبعت من الروايات ومن الروايات ومن الروايات لا أنا كم الروايات بقى شهيتي اللي فتحت فعلاً وأشره بكتوري خمار طبعاً نوعات لي البي دي اف اللي تعابني أولاً بقى نفسي في أي نفسي طبعاً أخذ نفسي بس عشان بتاعتي قاب تكتمل نفس شوية طبعاً أنا شاهدتي أتوبة مبروحة في الأستاذة بهيجة زيكي حاجة زيكي حاجة طبعاً أشياتي مبروحة وأنا فخورة بيها وطبعاً بناشت وبطلة إنها ترجع تكتب حاجة جميلة زي اللي كتبتنا وآخر حاجة البيت طبعاً دي حاجة خطة بي أنا أول وبشكرها إنها هي عدمتني إن أنا أجي لها بس أنا يعني أرجو النقاط إنهم هم بس أشعروا مسؤوليتهم في جهة فإن أنا معظم من قراءة قراءته نتيجة لقراءة نقضة عن عملته أنا الحياة ما أرجش إنهم قدم أي نقضة لأي عمل والحاجة الثانية إن المستاذة بهيجة زي أي كاتب فيه مفتاح لقراءة عملته ومفتاح قراءة المستاذة بهيجة هي إنها إنساناً زي ما قالني المطور كده طيبة طوية جداً وهو ده مفتاح قراءتها بكل حاجة دخلت السياسة لإنها إنساناً دخلت الصحافة لإنها إنساناً دخلت مجال الكتابة الرائية لإنها إنساناً وعبرت عن إنسانيتها بكل هذه الأشكال وده سرق إن لا الإيدولوجيا طغط على كتابتها ولا طغط على مهنتها زي ما الساحر بتقول لم تكن تعطي تعليمات ولا توجه توقيه سياسي هي إنساناً يتحرك بإنسانيته بصدق شديد وأرجو إنها لا تفقد هذه الصفة البراءة لأن هذه البراءة هي بهيجة بإنساني إبعى الناس مش مكتب إسفار وأنا أجد إسفار وشعرا وشعرا طبعاً أنا ما وزرتش أنا ما عرفكم فأنا أتكلم كمطلق معرفتي بالسقيدة باهيجة أحسن فاديسة وسهلا الرحل كنقد وليس فحينulsion الله شبهوه لا شايفا في نادي أدب وفاقش التحليل كانت بتشجعها لها كانت حافظ لها أنت أتحسن وتشعفتها طبعاً كتابتها ما عملها من ضل فإحنا شفنا عمل وشفنا إنسانا كتابات حضرت لكتابة رايدة على الأقرابات أنا شفت ناس فيها وشفت ناس فيها شايفان ناس موجودين لدرجة إني ممكن أتناقش معها فالكتابة وصلتني لدرجة إني أشوف الناس لديتني الفانسي الواسع حاولي إني أقدر أكد منها أجسد الناس دي قدرين طبعاً أنا بتعلم موسيقى أو ميكي وموسيقى كل الناس بطاقة صديقتي شكراً حسناً أبداً ليس بطاقة صديقتي يعني في فائدين كده أنا حقيقة يعني بتوجب وأخشى من مجي أقرب لصحفي أو صاحب القيادة الإيدولوجية اللي هي نتيجة تلحمولها الإيدولوجية تبع عليك هو ناحية الجمالية بتلبوارة خاص يعني في المقام الثاني والأفكار تبقى في المقام الأولى أستاذة بحيجة نجحت في تخطي الحمولة الإيجابية وإن أخليها لهذا النجاح وعفرت وصورت من قهر المرضى بطريقة كاملية وليسة بطريقة مقالية مباشرة ونجاح كبير منها وحقيقة أحيي الدكتور صراح حقيقة وقالت نصرة بطريقة غربية جميلة جداً على مقمول حملها وأستاذ جامان مقار حقيقة على الهروبية جميلة جداً وأستاذ الفاطو بطريقة حقيقة على الهروبية وأنا يعني حريقة يعني سعين بهذه النجوة وازجدت علم ومعارفة في الهروبية وإعادية وأشكري وتمنى لكي مواصرة للأعمال أشكري وتمنى لكي مواصرة للأعمال أستمروا بكي مواصرة للأعمال ومعارفة في الهروبية جميلة جداً هذه الغيبة نعود بخمس افتاعات نتكلم عن مشاهدة نايل الأول نحن نتجاه السياسي حياتها، القناة كانت تأثير كبير على مشاهة ببطء نحو تفسيخ أديبة تركبة أختارهم تشتاكل الوضعات للإنسان في مصر بشكل جيد لأنها تجدين الدولة والمحافة والسكر عشانا أصدقائكم بكتال فهي لا أقوم بعمل عليها من يوم السياسي لكني أقول هذا العشق وهو هذا اللي تتغير أنا أقوم بها من هنا ولم أقرأ أي حالة الرجل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر